موسيقى 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 السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال معاكم الدكتور محمد ديسوقي اخصائي طب الاطفال و حديث الولادة هقولك النهاردة ان شاء الله على 10 علامات تتأكد منها ان طفلك الرضيع بيسنن وكمان هقولك ازاي تخففي الام التسنين عند طفلك الرضيع وازاي تتعاملي مع ضعف شهية الطفل اثناء فترة التسنين كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو ده ان شاء الله فتابعوا معانا الفيديو للاخر في البداية وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعمله لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس العشر علامات اللي اتأكد لك ان الطفل ده بيسنن رقم واحد ان عمر الطفل يكون اكبر من اربع شهور ده لعمر بتاع التسنين رقم اتنين الطفل يكون بيريل كتير او بينزل لعاب من الفم بشكل كبير رقم ثلاثة ان الطفل يكون بيعد كتير بيعد في السادي بيعد في الاشياء اللي حواليه بيعد في ايديه الحاجة الرابعة ارتفاع درجة حرارة الطفل بشكل بسيط لكن ما يعديش 38 درجة وشرطتين الحاجة الخمسة ان الطفل يبقى عنده اسهال بسيط عدد مرات البراز بيزيد حاجة بسيطة عن طبيعة الطفل وقوام البراز بيبقى لين شوية عن طبيعة الطفل لكن هنا عدد مرات البراز ما بيزيدش كتير قوي والبراز بتاعي الطفل ما بيبقاش مية خالص الحاجة الستة الطفل بيبقى مزاجه وحش بيبقى بيعيط ويزن كتير بيبقى مقاريف بيبقى مش عارف ينام بسهولة الحاجة السابعة الطفل ممكن يشد في ودانه او يخبط على ودانه او يخبط على راسه او يشد في شعره او يهز براسه الحاجة التامنة الطفل مش عاوز يرضع كويس ومش عاوز ياكل كويس وبيبقى هنا فقدان الشهية للأكل اكبر من فقدان الشهية للرضاعة يعني الطفل ممكن يرضع كويس لكن الأكل بيبقى قليل جدا الحاجة التاسعة اللسة بتاعة الطفل بتبقى ورمة ولونها محمر ولو شفنا اللسة وفحصناها بنفسنا بنلاقي السنة بتاعة الطفل قرابط جدا من الحافة بتاعة اللسة وده يقول ان السنة دي خلاص او الدرس ده قرابط يطلع الحاجة العشرة والاخيرة بعض أطفال مع التسنين بيحصل احمرار في الخدين او احمرار حوالين الفم وده ساعت بيبقى ليه علاقة بالريالة بتاعة الطفل اللي ممكن تنزل في المنطقة اللي حوالين الفم علشان كده بنقول الأطفال اللي بيسننوا وبيريلوا كتير ضروري جدا حضرتك تبقى بتجففي تحت الفم باستمرار علشان ما يحصلش التهاب او احمرار في الجلد في المنطقة المحيطة بالفم دي كده أشهر عشر علامات ممكن يظهروا مع الأطفال أثناء فترة التسنين وهنا في نقطة مهمة جدا مش كل الأطفال بيظهر عليهم كل أعراض التسنين في طفل ممكن يسنن من غير ما نحس بيه خالص في طفل تاني ممكن يظهر عليه عرض واحد أو اثنين أو تلاتة من اللي احنا قلناهم في طفل تالت مع كل تسنين بيبقى تعبان جدا وممكن يظهر عليه الأعراض دي كلها فالموضوع مش ثابت مع كل الأطفال ولكنه بيختلف من طفل للتاني فما تقرنيش الطفل ده بأي طفل كان عندك قبل كده وما تقرنيش الطفل ده بأي طفل تاني في نفس العمر بتاعه كل طفل منهم بيبقى ليه ظروف مختلفة علشان نخفف ألام التسنين عند الأطفال الرضة عندنا حاجات كتيرة بنعملها أشهرها وأبسطها إن حضرتك تغسل إيديكي كويس جدا وتبتدي تفرق اللاسة سواء اللي فوق أو اللي تحت لمدة عشر دقاي هتلاقي الطفل بقى كويس وألام التسنين بقى كويسة الحاجة التانية إن احنا نجيب للطفل عضادة ونحط العضادة دي في التلاجة عشر دقاي أو ربع ساعة تبقى بردة ونديها للطفل يعض عليها لكن ضروري إن احنا نبقى نحافظين على نظافة العضادة علشان ما ننقلش ميكروب للطفل الحاجة التالتة في الحالات الشديدة جدا من ألام التسنين ممكن ندهن للطفل ده مسكن موضعي ويفضل إن احنا نستخدم المسكنات اللي بتحتوي على الأعشاب لإنها بتبقى أأمن للطفل كتير جدا هكتب لكم في صندوق الوصف بتاع الفيديو أشهر المسكنات الموضعية الآمنة جدا اللي بتخفف ألام التسنين عند الأطفال الرضع طيب يبقى دي كده أعراض التسنين وإزاي نخفف من ألام التسنين عند الأطفال الرضع يتبقى كام نقطة مهمة جدا أول حاجة المفروض إن فترة التسنين بتبدأ من بعد الشهر الرابع لكن في قلة قليلة جدا من الأطفال ممكن يسننه قبل عمر أربع شهور ولكن دي مش القاعدة العامة لأن في بعض أمهات بيلحظوا إن الطفل ظهر عليه بعض أعراض التسنين وهو عنده شهرين أو ثلاث شهور هل الكلام ده ممكن يحصل؟ أيوة بيحصل مع بعض الأطفال ولكن قلة قليلة جدا ما بنشفهاش بشكل كبير الحاجة التانية ما ينفعش خالص نقول إن الطفل تأخر في التسنين إلا لو الطفل تم سنة وما طلعش سنة واحدة على الأقل يعني لو عندك طفل عمره 11 شهر ولسه ما طلعش ولا سنة فالطفل ده لسه ما تأخرش الحاجة التالتة في بعض أعراض تانية ما لهاش أي علاقة بالتسنين إطلاقا لكن في بعض الأمهات معتقدين إن الأعراض دي ممكن تكون من التسنين أشهر الأعراض دي هي الخنفرة والزكام والكحة والترجيع أو القيء الأربع أعراض دول ما لهمش أي علاقة بالتسنين كمان لو درجة حرارة الطفل عالية قوي أكتر من 38 درجة وشرطتين فده غالبا ملوش علاقة بالتسنين ده سببه حاجة تانية كمان الطفل لو عنده إسهال شديد جدا سواء عدد المرات أكتر بكتير جدا من الطبيعي أو البراز بتاع الطفل بقى مياه خالص فده برضو ملوش علاقة بالتسنين يبقى مش أي عرض يظهر عند الطفل لازم نلزقه في التسنين عندنا أعراض ليها علاقة بالتسنين العشر حاجات اللي قلت عليهم بالمواصفات ديا لكن فيه أعراض تانية كتير ملهاش علاقة بالتسنين ولو ظهرت عند الطفل ضروري جدا نروح لدكتور الأطفال يفحص الطفل علشان نحدد إيه المشكلة عنده وإيه العلاج المناسب يتبقى نقطة مهمة جدا إزاي نتعامل مع فقدان الشهية أثناء فترة التسنين وده شكوة متكررة جدا من كتير من الأمهات الطفل بيبقى فاقد شهيته غصبا عنه الطفل بيبقى حاسس بألم في اللاسة بيخليه ما بيعرفش يأكل كويس لكن زي ما قلت لحضراتكم في أول الفيديو الطفل بيبقى فقدانه للشهية بالنسبة للأكل أكتر من الرضاعة ففترة التسنين اعتمدي على الرضاعة أكتر من الأكل لو الطفل بيرضع طبيعي أو صناعي زودي عدد مرات الرضاعة وزودي كمية الرضاعة اللي بياخدها علشان نعود قلة الأكل اللي الطفل بياخده وبرضه اعرضي على الطفل الأكل من وقت للتاني وسيب الطفل يأكل حسب شهيته لو الطفل أكل بس كمية صغيرة مفيش مشكلة خالص عوضي بالرضاعة لو الطفل رفض الأكل خالص برضه مفيش مشكلة عوضي بالرضاعة وزودي الرضاعة أعراض التسنين عادة بتقعد مع الطفل من يومين لخمس ايام وبعد كده الطفل هيرجع لشهيته تاني فما تخفيش خالص ما تجبريش الطفل على أنه يأكل غصبا عنه علشان كده الطفل ممكن يرفض الأكل تماما أو يرفض الأكل بشكل تام حتى بعد ما يخلص فترة التسنين لأن حضرتك عقتي من الأكل وحسستيه أن الأكل عقاب وهو لازم يأكله يبقى ما تجبريش الطفل على الأكل وعوضي بالرضاعة بعد أعراض التسنين ما هتخف الطفل هيرجع للأكل تاني وهيبقى كويس جدا وده أمر طبيعي مر بيه كل الأطفال محدش من الأطفال اتضروا من قلة أكلهم أثناء فترة التسنين فما تخفيش خالص خلي عندك من المرونة أن أنت تبقي عارفة الطفل بتاعك لو الطفل أكله قل زود الرضاعة لو الطفل شهيته رجعت للأكل تاني وبدأ يأكل زودي أكله تاني وبدلي ما بين الأكل وما بين الرضاعة لما تيجي تأكل الطفل لازم تديله حاجات سيلة أو شبه سيلة ولازم وانت بتأكله بالمعلقة تتجنبي أن أنت تخبطي المكان اللي بيحصل فيه التسنين لأن ده بيبقى مؤلم للطفل جداً ويفضل أن احنا ندل الطفل الطعام بتاعه في درجة حرارة الغرفة أو يبقى بارد ده بيبقى مريح جداً للطفل في فترة التسنين بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن أعراض التسنين وتخفيف آلام التسنين وإزاي نقدر نتعامل مع فقدان الشهية أثناء فترة التسنين وده كان الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول وشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وانتوا بخير وسلام وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة